دنس أكثر من 300 مستوطن المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات التي قاموا بها من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وعناصرها الخاصة فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحة الأقصى وسط محاولة متكررة لإقامة تقوس تلمودية بذارعة ما يسمى بعيد نزول التوراة يوما بعد الآخر تتكشف نوايا الاحتلال في السيطرة على المسجد الأقصى المبارك ومخططاته في تحويل الصراع السياسي المتواصل منذ 71 عاما إلى صراع ديني فحكومة الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية في سبيل الوصول لمبتغاها هذا فصباح اليوم وبدريعة ما يسمى بعيد نزول التوراة اقتحم أكثر من 300 مستوطن باحات الحرم القدسي الشريف خرج الاحتلال من كونه احتلال يحتل الأرض إلى احتلال يحاول السيطرة على الديانات يحاول الهيمنة على الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة الوجود المسيحي في المدينة المقدسة هذا يتطلب أن يكون هناك وقف لدى الديانات على مستوى عالمي هناك اعتداء صارخ وواضح جهارا ونهارا تمارسه سياسة بن يمين نتنياهو في استهدافها لمسجد أقصى مبارك هذا الاستهداف لا يتعلق فقط بالفلسطينيين هذا الاستهداف يتعلق في أديانة المسلمين هذا الاستهداف يتعلق في حرية الأديان حرية العبادات وبحسب الرواية التلمودية يعتبر اليوم أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة التي كان يقوم خلالها اليهود بالصلاة في هيكل سليمان فليست مصادفة أن تنظم جماعات الهيكل المزعوم جولات استفزازية قبالة مصلبة بالرحمة تمهيدا لهدمه وبناء هيكل سليمان المزعوم مكانه وكأنها سياسة أمر واقع بأن الأقصى هو جزء من العقيدة الصهيونية جزء من العقيدة اليهودية المزعومة بأن هناك هيكل مزعوم كل خبراء الأثار وعلماء الأثار وحتى الحفريات من قبل دولة الاحتلال لم تثبت بأن هناك هيكل موجود وبالتالي هذه جزء من المزاودات السياسية أما فيما يتعلق بالمقدسيين فقبيل كل عيد ثوراتي تتخذ شرطة الاحتلال إجراءات عنصرية بحق المرابطين والمرابطات فتعتقل البعض وتمنع البعض الآخر من دخول الأقصى من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا